فرصة الاجتماع للجنة الخارجية ممكنت بعض رؤساء الفرق باش يسجلوا بصدق بارتياح الاعتراف بغربية صحراء من طرف الدولة الإسرائيلية وهذا له ديبلوماسيا أهمية ووزن كبيرين طبعا كان بعض تصريحات الضبابية واذا يمكن أن نقوله أولا بخواتمها ثانيا أن المغرب في وضع الحمد لله مريح ما كان مشكلة وعلى أن الربط ما بين دب هذه العلاقات صاحب الجلالة حدده في الاعتراف بمغربية صحراء لا تعاون ولا تبدل تجاري أو غيره دون الاعتراف بمغربيات صحراء المغرب في صحراء أو صحراء في مغربها وما يمكنش نتعاملهم مع شي حد اللي بغي يدوز من تبادل تجاري والتقافي إلى ابتزاز الدولة المغربية هذا غير مقبول اليوم العهد نتاع الحصول على الصفاقات قبل مباشر وما كان لا أصفقها لوالوه هذا عهد ولا دبا عهد شفافية والعمل بالجيد والحمد لله المغربة كلهم الفتفين حول صاحب الجلالة بالنسبة لبغربية صحراء وكذلك احنا تشوفوا الحمد لله دبا اعتراف هذه الدول اللي يعني ما تخبيوش الموقف ديالهم بل الاعتزاز ديالهم بالسياسة اللي تقوم بها المغرب دبا تلاحظوا التنمية الاقتصادية الكبيرة اللي تتعرفها الأقاليم الجنوبية وهذا يعني تجرنا التنمية الاجتماعية والتقافية اذا الحمد لله احنا مشين محسن الاحسن